موسيقى موسيقى وينما كانوا عم يتابعونا ببداية أبونا خلينا نستحضر مع حضرتك المشهد الميلادي داخل المغارة ونحكي عن معاني السامية أكيد نحن سنة عن سنة مدعوين لحتى ندخل أكتر بمعنى الميلاد بالعمق وإذا فكرنا شوي بحياتنا ورجعنا للمشهد الكتابي بالإنجيل منشوف أنه المسيح ولد ببساطة بمكان يمكن وضيع مثل ما بقدمنا يا الكتاب المؤدس ببيت لحم وإذا فكرنا شوي أكتر منشوف أنه ما كان في حده حدا أبدا متروك والمفارقة الواضحة بهالموضوع أنه في شعب عم ينتظر مجيء المخلص مجيء المسيح ولكن هالشعب هو بغير اتجاه غافي بغير مكان واللي إذا رجعنا شوي أكتر وفكرنا بالمشهد الكتابي منشوف أنه كان فيه بشكل واضح أنه السماء هي اللي أعلنت عن مجيء المسيح الملائكة اللي راحوا لعند الرعاة وقالولهم عابي خبروهم ولده لكم مخلص المجد لله في العلاء وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرية ولد لكم مخلص في بيت لحم هن اللي خبروهم فإذا أول إعلان عن مولد رب يسوع المسيح كان هو من السماء والعلامة الأخرى اللي منشوفها وهي علامة واضحة اللي اكتشفوها المجووس هي النجمة فإذا كمان هي علامة من السماء كانوا عاب يحاولوا يفتشوا يشوفوا الوقت لما جاء المخلص الشخص الآخر وبعدين بالنهاية الملائكة بيقودوا الرعاة لحتى يكتشفوا هالطفل بمغارة بيت لحم بيقول لهم علامة كتير مهمة سوف تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود هون مفارقة بيقول لهم المجد الله في العلاء في علامة مهمة ولكن في طفل ولكن هالطفل مين في حوله حوله مريم أمه ومار يوسف هو بنفس الوقت متل ما بقدم مشهد المغارة بمكان وضيع بمزود واليوم نحن إذا حاولنا نقرأ علامات الميلاد بحياتنا ونشوف أنه المسيح إذا بدنا نقرأه من جديد اليوم بيدعونا بشكل واضح أكيد للسلام لحتى نرجع نقرأ ونشوف المسيح بولادي جديدة بحياتنا اليوم أكيد بواقعنا بظروفنا بكتير المواد نتاخذ بالأمور الخارجية والمعاني هذه هي مهمة وأساسية لكن عم ننسى صاحب العيد إذا عم ننسى صاحب العيد إذا عم ننسى الجوهر الأساسي من خلال ولادة مسيحكي فإننا نرجع نعيد لحالنا نحن نحكي مش ولادة طفل عادي بالنسبة لأنه هو ولادة مخلص وبنفس الوقت ولاد مخلص نحن نحكي عن تجسد الله يتجسد الله يكشف ذاته للبشر من أجل خلاصنا لحتى يعطينا معنى لحياتنا لحتى يخلصنا وهذا الكشف هو كشف مهم لذلك لناس متاخذة بأمور خارجية ما بتقدر تكتشف معنى الميلاد بالعمق معنى الميلاد بالعمق نحن بدنا نلاقيه بهالبساطة بهالحب بهالسلام بقيم الإنجيل بمعنى كلمة ربنا الكلمة صار جسدا المسيح هو صار جسد صار منا صار جزء منا حاضر بحياتنا لحتى يعطينا معنى لحياتنا وقيمة لحياتنا وهذا شيء مهم وهون هو بدعينا لحتى نكتشف معنى الميلاد أكتر بقلب هالواقع اليوم ولادة المسيح زل بنحكي عن أكتر من ألفين سنة من وقت ولادة السيد المسيح لهلأ بنشوف كل سنة يمكن نعيش هالميلاد ولكن اليوم كيف بنا نعيشه بطريقة مختلفة كيف أنا بدي ألتقى مع الطفل كيف بدي روح إلى بيت لحم إلى بيت لحم بالعمق كيف بدي ألتقى بهالطفل اللي أنا يمكن بنظر له كملك يمكن كانوا عب تستنوه كشخص كملك وعاد على العرش وحوله أب هؤلاء كيف عب لقيه بمزود مقمط بطريقة كتير بسيطة وطبيعية واليوم أنا كيف أدي ألتقى من خلال يمكن الآخر خلال لقائي مع الآخرين من خلال لقائي مع الضعيف والمعتر والتعبان ويمكن الأشخاص اللي يعيشوا صعوبات وتجارب وبظروف صعبة يمكن لقى المسيح هناك بألمهم يمكن عب يحسوا بتعزية ودفء المسيح وسلام مسيح نكتشفه بقلب الواقع هات وبننا ننقل فرح المسيح إذا نحنا عم نعيش بظروف أفضل لهالأشخاص يمكن ما عب يعرفوا يلاقوا المسيح بظروفهم الصعبة المتألمة الظروف اللي فيها كتير من التعب والألم وفيها كتير من الصعوبات بحياتهم نعم سازة شهين غسان يعني اليوم كيف عم نقدر وكيف لازم نقرأ مشهد الميلاد بالمغارة المتواضعة اللي ولد فيها سيد المسيح من 2000 سنة لهالأ أول شيء كل سنة وأنتوا سالمين ميلاد مجيد للكل بتتذكروا بالسنين السابقة كنا لما نلتقي كنت أنا كل سنة يوقف أمام المغارة وأتأمل بشيء ما مرة علينا مرة تأملت بالشخص تأملت بالأصوات تأملت بالنجمة تأملت بالمجوس آخر مرة من يومين لما وقفت قدام المغارة وتأملت سمعت صوت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة هذا النداء أتى إلى الرعاة إلى أي مدى تساءلت إلى أي مدى كان الرعاة بحاجة للسلام إلى أي مدى كل إنسان مننا يحتاج إلى السلام لاستمرار حياته لاستمرار عطائه لاستمرار تقبله لصعوبات الحياة بدون سلام لا نستطيع أن نتقبل صعوبات الحياة هذا السلام إما أن يأتي من السماء وإما أن يأتي من داخلنا نحن بحاجة أن نبحث من الذي يعطينا السلام ومن أين سنستنبت السماء لتستمر حياتنا من أين سنستنبت السلام لتستمر حياتنا في هذا المعرض حقيقة أنا وقفت وكأني أسمع مخاض السيدة العزراء وولادة السيد المسيح مع ولادة السلام وقارنت ذلك مع المخاض الذي عاشته سوريا وعاد إليها السلام مخاض صعب لكن ولادة السلام موجودة حقيقية أصبحت بمتناول كل منا تماما كما أرى الطفل في المغارة أصبح حقيقة أمامي فطلبت من الله أن يساعدني لأجد السلام في طريق حياتي الذي إن نظرت إلى المغارة أراه وإن نظرت إلى نفسي أراه وإن نظرت إلى وطني أراه فالسلام هو حالة عامة شاملة لا يمكن أن تتم إلا بعض صعوبة المخاض المخاض لا بد منه لنصل إلى السلام فكل طفل في حياتنا هو حالة سلام لأهله عندما تخوض أمه حالة المخاض ونفس الكلام نحكي عن المخاض الذي عاشته سوريا وأخيرا ها هو السلام بين أيدينا الحمد لله نحن عدنا إلى حياتنا الطبيعية إلى السلام الذي نراه في وجوه كل الناس اليوم في الطرق عندما يمرون يشاهدون الزينات والإحتفالات ونرى لمحة السلام في وجوههم لمحة الفرح في وجوههم فكم كنا بحاجة لذلك من هنا أشعر أنه من الضروري أن أقول لكل الناس كل ميلاد وأنتم بخير لو لم يكن هناك ميلاد لما كان هذا السلام في قلوبكم لو ما كان في مخاض ما كان هيدا السلام مثل ما قالت أستاذة أغسان أبونا خلينا نحكي اليوم شو بيطلب مننا الميلاد كمسؤولية إنسانية مثل ما قالنا يمكن عشنا ظروف معيشية وحياتية خلال الحرب صعبة اليوم يمكن لنبحث عن السلام الداخلي عم نشوف سوريا عم تلبو ستوب جديد أعياد الميلاد يمكن عم تتلون بجميع المحافظات السورية الحقيقة إذا فكرنا شوي بالشيء اللي عم تعيشه اليوم سوريا أكيد هو عم نشوف فيه ولادة جديدة والولادة الجديدة ترتبط أكيد بتغيرات مهمة بده يعيشها كل مواطن سوري بذكر السنة الماضية أكيد نحنا كنا عم نعيد ديد الميلاد وكان فيه قزائف بعد عم تنزل على دمشق واليوم نستطيع بحالة سلام وهذه الحالة مهم نعيشها ونلمسها أمتى منشعر بأهمية السلام والأمن والأمان ونكون بحالة قبل فعلا فيها توتر فيها صعوبات وفيها مشاكل وفيها اضطرابات وبعدها منكتشف أنه نحن بحالة سلام اليوم أكيد كل مواطن مدعو لحتى السلام اللي بيعيشه بداخله السلام السلام اللي بيلمسه السلام اللي بيلمسه من خلال وعيه الروحي وعيه الروحي لمعنى وقيم الميلاد بحياته وقيم ونعم الميلاد بحياته مدعو لحتى يوصله للآخرين اليوم أكيد نحن طالعين من صعوبات ومن أزمة يمكن في ناس ظروفة أحسن من الناس مدعو لحتى يحمل السلام يحمل الفرح اللي هو بيلمسه بحياته ووصله للآخرين إن كان بمجتمعه وإن كان بعلاقاته مع الناس التانين إن كان حتى بالأفراح اللي نحن عم نعيشها باحتفالات الأطفال اللي عم نعيشها كنت عبقل لهم هداك النهار أنه اليوم في أطفال موجودين معنا عبيعيشوا أجواء الميلاد عبيعيشوا حفلة الميلاد بفرح ولكن مدعوين لحتى يفكروا بالطفل اللي ما قدر يكون موجود معنا بالطفل اللي ما قدر يمكن يلبس منيح بفتلة الميلاد يمكن ما كان عبيعيش فرح يمكن بظروف اللي عاش فيها يمكن افتقد حدا من أشخاص بيعزوا عليه هالظروف مدعوين أنا كطفل يمكن اتخلى عن شي مني وأدمه لهالآخر لهالطفل اللي موجود لوصل له شيء من السلام لقل له أنه حتى ربنا بالميلاد عبيذكرك أنه نحن حدك في طفل في ولادة جديدة في حياة بدنا نوصلها للآخرين وهي مسئولية مسئولية شاملة لكل شخص لكل مواطن لكل مؤمن لكل شخص بيعني له الميلاد وبيعرف أنه الميلاد هو حالة بده توصل لكل الآخرين في مخاط ولكن بعد الولادة في فرح والفرح والسلام في إعلان هذا إعلان الميلاد مهم إعلان الولادة الجديدة إعلان فرح الميلاد وسلام الميلاد مهم لذلك هذا بيعطينا معنى وبيعطينا رجاء وبيعطينا تجدد هذا اللي بيخلينا نرجع نستعيد قوانا جدد حالنا نحس في مسئولية تجاه بعضنا البعض وإلا بعدين الحالة بتبقى حالة مغلقة على ذاتها ما في معنى للسلام والفرح إذا أنا ما كنت عبوصل للآخرين ما في معنى للحب والمحبة إذا أنا ما بوصلها للآخرين بدي أشعر بالآخر الآخر بدي يكون حاضر بسلامي بدي يكون حاضر بفرحي من شان هيك بلنا ننشر هالروح ننشر هالمعاني هالقيم لحتى الآخرين عشوها ببعدة وبعمقة ويمكن اليوم عم نشوفها من خلال فعاليات المجتمع الأهلي خلال سنوات الحرب عم نشوف في مشاركة للاحتفال بأعياد الميلاد للحارة الثانية ليحتفلوا الأطفال مع بعضهم هاي الحالة الإنسانية يمكن اللي بيطلب اليوم الميلاد المجيد إنه شعور ببعض بجميع المناسبات مو بس بالحزن وبالفرح بنكون مع بعض صحيح يعني أستاذ غسان اليوم في مسؤولية كبيرة علينا لاستقبال طفل المغارة لحتى تكون قلوبنا جاهزة لاستقبال للسلام يلي عم بنقلنا يصوع المسيح به هالميلاد نحنا عم نحاول والإحراء يمكن بهالوقت وبالسنوات الأخيرة عم ننسى طفل المغارة عم ننسى معنى المعنى الحقيقي للميلاد إن كان بالزينة أو بشجرة الميلاد يلي عم تحمل معاني كبيرة كالنجمة يلي موجودة عالشجرة أكيد إلى معنى اليوم نحنا عم ننسى هالتفاصيل والمعاني وعم نروح للشي الجمالي شي السطحي يمكن بالميلاد نحنا كيف لازم نررى نستذكر هالقيم والمعاني المهمة لولادة الطفل يسوع أنا لا أقرأ الميلاد إلا من خلال الإنجيل الإنجيل هو البوابة الحقيقية لقراءة كل الحدث كل ما أراه الآن هو مجموعة من العناصر المبهرة العناصر التي لم لم تقع في حياتنا إلا في سبيل التجارة وممارسة الإبهار والإمتاع أما حدث المغارة الإيماني حدث الميلاد الإيماني لا يقرأ إلا في الإنجيل المقدس في الإنجيل المقدس كل خطوة عندما نقرأها نشعر وكأنها كانت مرسومة ضمن مخطط إلهي كبير مخطط إلهي كبير هذا المخطط كان في فكر الله وتحقق أمامنا وسيستمر حتى نهاية الخليقة بحدث بسيط جداً أن ذلك الطفل ولد مقمطاً في مذود في مكان متضع أقف في هذا المجال لأقرأ من جديد إنجيلي ولأقرأ الحدث من جديد وأحاول أن أبحث عن المعاني والعبارات والطرق التي توصلني في النهاية إلى المخطط الإلهي في هذا المجال أحب أن أستقرأ معكم مع المشاهدين مع كل من يرانا الآن أستقرأ الشخصيات الموجودة في المغارة ودور تلك الشخصيات وعلاقة هذه الشخصيات بالحدث دخلك شو علاقة الرعاة مثلاً بالحدث في شيء تاني يقف وراء الموضوع شو علاقة المجوز بالحدث كمان في شيء تاني يقف وراء الموضوع شو علاقة الحيوانات الموجودة بالحدث كمان في شيء تالت يقف وراء الموضوع وهكذا كل الحدث يختصر بالنتيجة بأيقونة الميلاد عندما أقف أمام أيقونة الميلاد وليس مغارة الميلاد لأن مغارة الميلاد هي مسألة مجموعة من الديكورات والمظاهر الملفتة للنظر أو المبهرة أما أيقونة الميلاد فهي التي تترجم حدث الميلاد ضمن المخطط الإلهي الذي يستمر حتى نهاية العالم من هنا لا نرى السيد المسيح في المغارة كطفل فقط بل نراه مخلصا لا نرى السيدة العزراء في المغارة كأم خاضت مخاضا ثم ولدت السلام بل نراها مستمرة بشفاعتها أمام ابنها وإلهها طيلة الحياة طيلة التاريخ فاستمرار التاريخ لا يقرأ إلا من خلال قراءة الإنجيل المقدس أكيد أبونا خلينا نحكي كيف فينا نهيئ لوبنا اليوم لاستقبال طفل المغارة كل ولادة تحتاج إلى استعداد والاستعداد له أبعاد مختلفة اليوم أنا ما فيني عيش استعداد حقيقي لأستقبال عيد الميلاد أو الولادة حتى بالمعنى غير إذا كنت عاب أفهم عاب أدخل بعمق معنا الميلاد اللي حكينا عنه من شان هاك في ناس يمكن بتشوف الميلاد أنه بالأضواء الخارجية والفرح ولكن هل يترى هالميلاد عاب يلمس قلوبهم بالعمق من شان هاك أنا بحس أنه الميلاد يحتاج إلى استعداد روحي الاستعداد روحي بالمعنى العميق من خلاله أدخل بمسيرة استعداد اتأمل يمكن بمعنى الميلاد بمفهوم التجسد بهالطفل مين هو وبنفس الوقت شو دوره بحياتي ومعنى وجوده بحياتي بالدرجة الأولى هو كمخلص هو كملك كرب المجد اللي بده يعطيني معنى لحياتي وقيم لحياتي جديدة هو بده يكون يقدم بعدين هذا الطفل بقرها بعدين كمخلص على الصليب لح توصلني إلى معنى القيامة إلى الحياة لأبعد وبنفس الوقت أنا بدي شوف أنه هاد شو بده عشول لشو بيد عيني أنه ما في معنى للميلاد والاستعداد للميلاد وولادة للميلاد هي فردية المسيح ولد للكل رب المجد ولد للكل حتى يعطي حياة جديدة للكل من شان هاك أنا ما فيني أولد أنا من دون ما يولد مع الآخر ما فيني أشعر بمعنى الميلاد بالعمق من دون ما أفكر بالآخر من دون ما يكون حاضر بحياتي بالآخر مشان هاك الاستعداد بيتطلب مني أدخل بهالاستعداد الروحي اتأمل بالميلاد وانطلق من خلال هالعلاقة معها الطفل إلى لقاء آخر ازرع فرح هو بالميلاد زرع الفرح والسلام عطى معنى جديد فأزرع أنا كيف أدعو حتى وصل الفرح إلى الآخرين كيف بدي كون رسول سلام مثل ما كان السيد المسيح هو رسول سلام بولادته كيف بدي يكون هالعبارة المجد لله في العلاء وعلى الأرض السلام وفي الناس ما سرها هي بدأ تكون فعل حقيقي فأزرع هذا بدي يكون ادعي الآخرين حتى نعيش السلام مع بعض اتواصل بكل برغم الاختلافات الموجودة عن كل الناس اقبلهم مثل ما هني وحاول اشتغل أنا وياهنا نكون نحن رسول سلام عم نرجع نعيد بناء ذواتنا بناء المجتمع بناء هالروح الإيجابية بناء القيم الإنجيلية والقيم الحائية للميلاد بحياتنا بهالطريقة أنا بستعاد وقتا المسيح بيولد حقيقة بحياتي بيولد بحياتي كمان مدعو حتى يولد بحياة طفل آخر بحياة إنسان آخر موجود فأزرع نحن مدعوين لحتى نقرأ الواقع صح نقرأ المجتمع الحاجاته الظروف وكيف أنا مدعو لحتى يكون مرسل بمساعدة فقير بزيارة مريض بلقاء مع آخر متألم في إنسان عنده حزن كيف بدي وصل لحتى يكون عب عزيه هون وقته بكون رسول سلام بيكون المسيح بيولد بقلب العائلة عنده عب يولد بحياتي لأنه بالحقيقة بالعطاء بدور الإيجابة فيه فرح وهون أنا متأكد إنه يسوع بيكون موجود وحاضر وفي ولادي ومعنى جديد لحياتي وبنفس الوقت من خلال صلاتي بدي أستعد أنا بدي أصلي بدي أستقبل الميلاد بصالة حائية باستعداد روحي كمان لحتى أفهم هو شو بعدين اليوم بدي يعطيني نعمة خاصة بهالسنة جديدة يعني كل السنة منعيد مثل ما قلنا إنه نحنا منعز ولكن اليوم شو النعمة شو الفضيلة شو الشي اللي بيدعيني لإله اللي عايشوا اليوم من جديد بزمن الميلاد وهك أنا بقول بمشي بمسيرة روحية حائية معهم كنا تحت الهواء عم الدردش مع أبونا بحدث الميلاد فلقطنا كلمة حدث الميلاد بواقع الأمر هو ليس هابي برسدي نعم يعني ميلاد سيد المسيح هو مو ميلاد عادي لنقول له هابي برسدي فميلاد سيد المسيح له معنى آخر بروح بروح بحياتنا بشكل آخر فمنوصل من هون أن حدث الميلاد ليس حدث ميلاد بشري هو حدث ميلاد إلهي في شيء تجسد ونذكر أنا أكثر من مرة حكيت فيها هذه النقطة أنه هذا التجسد دخل في مخطط إلهي ليصل بنا إلى الفداء فلو لم يكن هناك تجسد لما كان هناك فداء ولم يكن هناك خلاص ولم يكن هناك قيامة فهذا الموضوع صار متكامل كله وكأن حلقة الخلاص الإلهي كلها اختصرت في حدث الميلاد لذلك لا يحق لنا أن نسمي الميلاد هابي برسدي لا هذا شيء تاني تماما الميلاد هو البداية لذلك نحن لما نقول عن الميلاد نخص في الذكر ميلاد السيد المسيح ميلاد يسوع المسيح وليس حدث ميلاد عادي نعم كمان اليوم أستاذ غسان يعني بظل الحرب يلي عم تستهدف الإنسان كقيمة اليوم كيف فينا نحافظ على زمن الميلاد عزيزتي من بداية الكون الحرب تستهدف الإنسان لم تستهدف الحرب في يوم من الأيام شيء آخر إلا الإنسان صحي الإنسان هو دائما المستهدف بكل أبعاده بحياته بيومياته بعلاقته مع أهله بعلاقته مع مجتمعه بعلاقته مع نفسه بعلاقته مع الحياة هو دائما الإنسان مستهدف كيف نحيا زمن الميلاد في ذلك؟ لا نستطيع أن نحيا زمن الميلاد في ذلك إن لم نكن نؤمن بالميلاد الميلاد هو حدث ليجعلنا متجددين في حياتنا أنا دائما أتساءل لماذا نردد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة في فترة الميلاد؟ خارج الميلاد دائما هو المجد لله في العلا خارج الميلاد دائما هذه العبارة يجب أن تكون مشتركة في حياتنا موجودة في داخلنا على الحد الأدنى لنحياها وبعدها مناخدها للآخرين إنما هذا الإنسان المستهدف لا يمكن أن نحيا زمن الميلاد معه إن لم نمسك يده ونخرجه من ما هو فيه إذن القضية هي قضية إنسانية محضة نحن نحول في لقائنا هذا في فكرنا هذا نحول حدث الميلاد إلى حدث إنساني بالحقيقة الآخر لا يمكن أن يدخل في قلبه حدث الميلاد إن لم نمسك يده ونستعين بقدرات الله اللي عطانا إياها لحتى نمشي نحن وإياه للطريق الجديد نحن لسنا في طريق الهداية نحن في طريق العيش في طريق إعادة تأهيل هذا الإنسان ليحيا حدث الميلاد وبذلك أنا أقول دوما أن من يملك يستطيع أن يعطيه أما من لا يملك لا يستطيع أن يعطيه ونحن لن نستطيع أن نملك إن لم نكن نحيا إيماننا في واقع الأمر حدث الميلاد يجب أن أحياه كحدث كحدث إيماني في حياتي في داخلي لأستطيع أن أنقله إلى الآخرين وأمسك يد الآخرين لأنتقل بهم إلى حياة جديدة أتعاون معهم طبعا نتيجة الحرب الحرب دمرت كثير جرحت كثير أسائت كثير تألم ناس كثير نتيجة الحرب كل ياتنا تألمنا بس كيف نقدر نطلع من الحرب من خلال زمن الميلاد فقط بحالة الإيمان والتعاون مع المجتمع أكيد مثل ما قال أستاذ غصاني يمكن الحرف هي تستهدف بالبداية الإنسان واليوم نحن بمرحلة إعادة يمكن بناء الإنسان بعد سبع سنين أو أكثر من سبع سنين بالحرب أبونا خلينا نحكي اليوم الميلاد شو بيطلب منك سوريين شو الرسالة الأساسية أريد أن أضيف نقطة كمان أنه نحن نؤمن بالتجسد بمعنى أنه الله أخذ صورة إنسان فإذن لحتى يعطي قيمة لمعنى وإنسانيتنا فإذن هذه الإنسانية معد هي إنسانية هي رتبطت بالألوها رتبطت بالله بذاته فإذن من هون قيمة الإنسان بالدرجة الأولى بعلاقته مع الله وبنفس الوقت نقول أنه الله أخذ صورة إنسان لحتى يعطي لهالإنسانية قيمة أبعاد روحية ومعنى ونحن بعد يمكن هالإنسانية اللي جرحت بزمن الحرب واللي كانت متألمة واليوم هالإنسانية عادت صياغة إعادة تجديدة ترميمة من جديد أكيد بيتطلب مننا أنه نوع لمسؤوليتنا بالدرجة الأولى للتعاضد فيه تعاضد مهم لازم نعيشه وبنفس الوقت الميلادي بدعونا لحتى نكون نحن متقاربين متعاونين متعاضدين مع بعض لحتى هالقيمة الإنسانية ترجع تأخذ معنا نفكر أنه نحن مدعوين كناس لحتى نعيش ملء إنسانيتنا وملء إنسانيتنا بتنعاش من خلال عيش قيم ومبادئ يمكن الإنجيل قيم مبادئ اللي أخذناها بالميلاد اللي هي بتطلب مننا السلام والتعاون والفرح ونكون فعلا حاضرين لبعض بطريقة إيجابية مشان هاك أكيد بحاجة لنفهم من جديد أهمية ودور كل واحد مننا بهالزمن والصعوبات اللي موجودة نحن بنعرف حتى بميلاد المسيح وقت بنقرأ بعض الناس أنه هيرودوس قتل أطفال بات لحم ويمكن ماريوسيف ومريم عدرة وتهجروا إلى مصر عاشوا نفس الظروف بوقتها فيه ظروف معينة دائما كل ساعة بعاكس الظروف بتضرب معنا وقيمة السلام بحياتنا وفيه أشخاص يمكن بيشتغلوا بهالاتجاه مشان هاك أكيد بعدين نحن مدعوين من خلال رسالة محبة أوسعة من خلال رسالة تعاضد أوسع وتعاون ومن خلال عودة إلى القيام لحتى نرجع نغمم إنسانيتنا يمكن لدخلة عليها مفاهيم مختلفة ومفاهيم خاطئة ويمكن نقاط ما هي من بيئتنا نحن مدعوين لحتى نرجع نجدد نفهم معانيتنا ودعوتنا الإنسانية بالبعض ودعوتنا الروحية تنينتهم مهمين مع بعض يكونوا متلازمين ما بيحكي عن بعض إنساني كمان من دون بعض روحي حقيقة أنا عبعيشه وهيك هالشي اللي بيخلينا بزمن الميلاد نرجع نفهم رسالتنا ودعوتنا طفل المغارة المولود يسوع المسيح بدعينا لحتى نرجع نحمل هالرسالة بقوة بقلب مجتمعنا ورسالتنا تنكون شهود الشهادة أنه أنا بدي أشهد لقيمي ولانجيلي ولتعليمي وللمبادئ اللي عبيعطيني إياها مفهوم التجسد بواقع بعمل ما بس يكون مرتبط بنظريات وبأفكار لا بعمل عمل حضور تجاه الآخر دعوة مساعدة هاي كلها مهمة لحتى أرجع عيشها بزمن الميلاد أبونا هاي الصور يمكن تجسدت خلال الحرب معاني الميلاد المجيد صور على الأرض لما نشوف أم الشهيد عم تزف ابنه اليوم وعم تبعت ابن التانقى يدافع عن أرض الوطن هاي الحالة عم نشوفها يعني المعاني عم تتجرجم وعم تتجسد على أرض الواقع خلال ظروف الحرب هاي كمان بسبب الإيمان الكبير الموجود داخل السوريين والروحانية الموجودة داخلهم لشان هاك منقول الميلاد هو حالة مستمرة ما فينا بس نحددها بزمن الولادة هي حالة تجدد مستمر لحتى الإنسان يبقى قوي ومتماسك ومتعاضد لذلك بدنا نفهم معنى الميلاد هو حالة مخاض وولادة مستمرة بشكل دائم كل مرة نحنا فيه شي جديد فيه فرح جديد بحياتنا فيه ولادة مثل أم الشهيد والأشخاص اللي قدموا واللي ضحوا عابيرجعوا يقدموا يعنيتها فيه ولادة وفيه تضحية جديدة وفيه حياة دائما نحكي على الولادة معنيتها فيه حياة وإذا فيه حياة معنينا نحنا مدعوين لحتى نعيش هالحياة بملأة بمعناها بقيامها من شان هاك الولادة هي حالة مستمرة إذا ما فيه ولادة فيه موت لكن نحنا مدعوين إلى الحياة إلى الولادة المستمرة لحتى نرجع نعطي قيم جديدة بحياتنا وهي نقطة كتير مهمة نعم يعني بالفعل لقاء دخل قلوبنا السلام بهالكلمات الجميلة منك أبونا وبهالتفسير الرائع منك أستاذ غسان نحن نشكركم كتير وميلاد مجيد ميلاد مجيد ميلاد مجيد كل عامته بخير جميعا أكيد من عيد كل أبناء بلدنا الحبيب سوريا وعلى رأسه سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وكل قيادات ونطلب أنه السلام نعيشه بزمن ميلاد تكون حالة دائمة ومستمرة ببلدنا دائما الحبيب سوريا كل عامته بخير ميلاد مجيد ميلاد مجيد مرة تانية لكم أستاذ غسان أبونا نشكركم على وجودكم معنا أما هلأ